كنا معاه عندنا بس ده مسألة خاصة بالسلام والتفاقيات وغيره ولكن شعب المصري ما عملش تطبيع مع اسرائيل ولا هيعمل تطبيع معهم احنا عندنا معاهد خلاص حمد لله مشكرين بدأنا 78 كام ديفيد ثم 79 وخلاص ويعني يجب فيه سلام طب اخترقوا الكلام ده طب هددوا امننا او غيرهم او اي حد يهدد امننا الرئيس ألها بدل مرة مليون مرة في كل لقاءات والمكالمات وعلى الهوى وفي كل شيء الرئيس واضح في هذا الامر مصر متهزرش والامن مصر مش لعبة في اتحاد والقوات المسلحة المصرية القائد اللي على قوات المسلحة والقوات المسلحة المصرية كله على قلب رجل واحد كلنا حاجة واحدة فاكرين حضراتكم ارجع لكم شوية وراه مهم التذكرة فاكرين يوم 12 فبراير 12 فبراير 2011 زي النهارده من 13 سنة زي النهارده بالزبط سبحان الله في الوقت ده كان اول هتاف يحصل ضد القوات المسلحة المصرية في ميدان التحرير تاني يوم تنحى الرئيس مبارك تاني الهتافات ضد الجيش المصري وبدأوا في الوقت ده لو حاكوا فاكرين كويس قوي انا فاكر ما كلنا على الشدة قال لك فرق ما بين المجلس الاعلق وقوات المسلحة قوموا بين الجيش كانت دي الوقيعة اللي بيحاولوا يعملوها دلوقتي بس خلي بالك يا ما انا برجعك وراه عشان مهمة تفتكر وراه كان ايه اخبار من 13 سنة ما كانوا بيعملو هم هم عشان يعمل هزي الوقيعة فلازم احنا نبقى صحيين جيشنا العظيم كله مع شعبنا العظيم كله حاجة واحدة كلنا جيش المية والستة مليون جيش كلهم كلهم موجودين جاهزين دعمل لجيشهم فيه لجان شغالة على فكرة لجان الموساد ولجان جماعة الإخوة الإرهابية كلهم مع بعض داخلين مع بعض كالجان بيشتغلوا ضرب في الجبهة الداخلية المصرية ضرب في الجيش ضرب في الشعب محولة احداث هذه الوقيعة وده اخطر امر لازم تنتبهوا ليه لجان اخوان ولجان موساد قاعد النهاردة اشوف وامبارح وكل يوم عمالة تابع بلاقي نفس التويتر بتاعت بتوع الموساد نفس التويتر بتاعت بتوع التنظيم الدول الإرهاب الخوانة هي هي التشكيك في اي اجراء بتاخده او قرار هم مع بعض ماشيين مع بعض عشان لما نقولك عندنا عدو اسرائيلي وعدو اخواني لاتنين حاجة واحدة اعداء لينا اخوان لا مصريين ولا يهم علاقة بمصر ده اللي بيشكك في جيشك او يتكلم على جيشك او يشتم جيشك او يحاول زي ما عملوا وجاي النهاردة يقول لك وانت طول السنين عملت تتكلم على الجيش ولازم انتبه هنا وقف هنا لكل واحد طلع من الفين واربعتاشر يتكلم على التسليح فهمته؟ طيب فهمته؟ طب كل واحد طلع قالك بتعمله طرق ليه وبتعمله وانفاق ليه فهمت؟ ولا لازم يتقلك الحكاية كنت بطلع اتكلم هنا واقول يا جماعة في اهداف استراتيجية وراء ما يجري كنت بتكلم من بدري لا يمكن حد يقدر اقولك الموضوع ده بوضوح ولكن لازم النهاردة تستوعب الدولة الرؤية بتاعتها مبكرا ان انا لازم ابقى قوي لازم ابقى قوي زي ما احنا النهاردة كده ديشنا كده قوي بفضل الله ولكن رشيد جدا وحكيم جدا ولكن قوي اوي اه كله يعمل حساب لي ايوه كشعب تبقى واسق؟ نعم تبقى الان؟ لا بس يبقى عندك ثقة عندك ثقة بس برجعك تاني ليه بتعملوا انفاء؟ ليه بتعملوا انفاء؟